اهلا بكم مشاهدين اصدر رئيس النظام مرسوما تشريعيا عدلا خلاله رسم الانفاق الاستهلاكي على المواد والخدمات ومن اهم ما نص عليه المرسوم فرض رسم بقيمة 5% على الحلي والمصنوعات الذهبية ورفع رسم الانفاق الاستهلاكي على الدخان والسجائر والمعسل المحلي والمستورد ب15% كما حدد المرسوم رسم مستحضرات التجميل وبعض الادوات الكهربائية بنسبة 10% في حين تم وضع رسم انفاق استهلاكي ب3% على الشوكولات والمواد الغذائية التي تحتوي على الكاكاو ومسحوق الكاكاو بلغ عدد الشركات المحدودة المنحلة خلال العام الماضي في سوريا 21 شركة حسب تقرير صادر عن وزارة التجارة الداخلية في حكومة النظام وذلك لانعدام الثقة في الاقتصاد السوري نتيجة تراجع احتياط البنك المركز التابع للنظام من القطع الأجنبي من حوالي 19 مليار دولار إلى ما دون الأربعة مليارات دولار بالإضافة إلى تراجع الإيرادات النفطية بما قيمته أربعة مليارات دولار ما أفقد خزينة الدولة نحو 25% من إيراداتها أكدت مؤسسة المواصلات الطرقية في حكومة النظام إن قيمة الأضرار التي لحقت بالمؤسسة ناتجة الأوضاع السورية الحالية بلغت نحو أربعة مليارات ونصف المليار ليرة وقد تأثرت الطرق السورية من تداعيات الحرب جراء القصف والدمار الذي لحق بأجسام الطرق إضافة إلى الأضرار التي أصابت الآليات والمنشآت كما وأشارت المؤسسة إلى صعوبة إجراء صيانة سنوية للطرق نتيجة التكلفة العالية وارتفاع أسعار المجبول الإسفلتي خصوصا بعد زيادة أسعار المحروقات وأسعار الإسفلت من 7 ألاف إلى 35 ألفا لطا كشفت مصادر مطلعة في دمشق إلى ارتفاع أسعار اللحوم الحمراء إلى مستويات قياسية تصل إلى ما بين 2000 و 2500 ليرة وبحسب المصادر فإن السبب يعود بالدرجة الأولى إلى انهيار الليرة مقابل الدولار إضافة إلى تهريب الأغنام عبر دول الجوار كما ارتفعت أسعار الفروج في العاصمة السورية نحو 50 ليرة خلال أسبوع مسجلا أسعارا تتراوح بين 700 و 750 للكيلو وفي أسعار العملات عاودت دولار للارتفاع في الأسواق المحلية ما يظهر جليا عجزة نظام عن التدخل في تحديد سعر الليرة ففي دمشق سجل سعر صرف العملة الأمريكية الدولار أكثر من 200 و 36 ليرة سورية للمبيع وفق تدور العملات اليوم بينما سجل سعر صرفه في إدلب قرابة 200 و 35 ليرة سورية للمبيع وفي أسواق المعادن حفظ الذهب على سعره في الأسواق المحلية مرتفعا رغم انخفاضه في الأسواق العالمية فسجل سعر غرام الذهب من عيار 21 8191 ليرة سورية حسب تداولات سعر الذهب في أسواق حلب فيما وصل سعر غرامه من عيار 18 في حلب كذلك إلى قرابة 7021 ليرة سورية وإلى أسعار السلع والمحروقات في الأسواق السورية سجل متوسط سعر لتر المازوت في حماء قرابة 230 ليرة سورية فيما سجل سعر رتر المازوت في طرطوس حاجزة 204 ليرة سورية ترجمة نانسي قنقر أعلن برنامج الأغذية العالمي التابع للأمم المتحدة أن أكثر من 40% من اليمنيين أي 10 ملايين شخص يعانون من انعدام الأمن الغذائي مشيرا إلى أن الجوع هو أحد أكبر المشاكل التي يعاني منها اليمن واعتبر البرنامج في تقرير الجوع في اليمن أن تلك النسبة من السكان تشمل نحو 5 ملايين شخص يعانون انعدام الأمن الغذائي الحاد ومثلهم يعانون انعدام الأمن الغذائي المعتدل كما وألفت التقرير إلى أن محافظة سعدة تعتبر من أكثر المحافظات التي تعاني انعدام الأمن الغذائي ما نسبته 40% من السكان قالت شركات منتجة للنفط في إقليم كردستان العراق أنها بدأت بزيادة تورد النفط إلى الأسواق المحلية على حساب المبيعات الأجنبية بعد أشهر لم تحصل خلالها على مستحقاتها من الصادرات وكانت عدد من الشركات علقت صادرات الخام المنقولة بالشاحنات من حق الشيخان النفطي من أجل الحفاظ على الإيرادات وتدفقات السيولة كما وتسعى شركات النفط في أنحاء العالم للتعامل مع العواقب المالية للانخفاض الحاد بسعر النفط منذ حزيران الماضي تعيش غزة هذه الأيام واقعاً اقتصادياً وإنسانياً صعباً تسبب في تعطل كافة مناح الحياة فأزمة انقطاع الغاز للطهي أعادت مئات العائلات الغزية للعصور القديمة فكان الحطب وفرن الطين البديل الأوحد والأرخص كوسائل لطهي الطعام وتوفير رغيف الخبز نتابع عائلة الكفارنة في مدينة بيت حانون شمال قطاع غزة حالها كحال معظم عائلات القطاع في الوقت الراهن لجأت إلى استخدام الحطب بدلاً عن الوقود الذي تمنع إسرائيل وصوله إلى القطاع فمن خلال أفران طينية تعمل بالحطب تطهو عائلة الكفارنة طعامها اليومي وتعد مأدبتها اليومية وتحضر خبزها ويعني الدور اللي فات يعني ظلت الجرة عند الزلم بجي شهرين وبعد الشهرين مدى بهالشي يعني لنص ست كيلو يعني إيش ست كيلو يعني لو بدك تشبكها على فران الغاز مش خبزها لك يعني عشان هيك أنا بطر يعني نخبز على الفرن ونحمل الفرن وجوزة والله بريملي كاراتين زي ما أنت شايف يعني هايك جيت عساه وشوفت يعني وفي ظل انقطاع الوقود والكهرباء والغاز الذي وصل مؤخرا ثمن الأنبوبة الواحدة منه إلى 15 دولار يسعى المواطن شاهر الكفارنة الذي يعاني من البطالة والأوضاع الاقتصادية الصعبة للتكيف مع الأزمة من خلال جمع الحطب ومخلفات الكارتون والبلاستيك لاستخدامها في أمور عدة مثل الطهي والتدفئة وتسخين المياه في الطبيق في الشاي في أكل في شرب في كل حاجة يعني حتى المي بنسخنها عليها عشان نتغسل عليها لأن الوضع بيسمحش إحنا معناش نعب بجرة الغاز ومعناش ما صاره الوضع سيء على الناس أما عائلة شمالي في حي الشجاعية فحالها ليس أفضل من عائلة الكفارنة فهي أيضا تستخدم الحطب وفرن الطين لإعداد الخبز وطهي الطعام أما الفرق الوحيد بين العائلتين أن الحاجة أماز وبحكم سنها المتقدم تجد المتعة والبساطة في الخبز على هذا الفرن الذي استخدمه أباؤها وأجدادها في حياتهم قبل تهجيرهم والذي يعد من الطراث الفلسطيني نرجع أيام زمان أيام الجدود والأهل الكبار كانوا زي هيك يخبزوا فنلاقي هيك فيه متعة فيه نكهة للخبز كمان غير عن الطنجرة الكهرباء غير عن الغاز تلاقي هيك زاكي في عصر جدودنا مش في عصر هالأيام هادي في الشيء يعني قليل اللي بيقدروا يستعملوه يعني ما تأخذني أنا فيها ستين سنة أو أقل أو أكثر يعني لزي يمكن تتمشي حالها بس غيره مش هيقدر عاداتنا اعتقدنا نساء غزة أنها اندثرت منذ زمن بعيد إلا أن الحصار الإسرائيلي والأزمات المتواصلة دفعتهن إلى استنهاد الماضي كوسيلة لتجاوز عقبات الحاضر التاريخ يذكر أن استخدام هذه الأفران يعود للعصر الحجري إلا أن تفاقم أزمة الغاز أجبرت أهالي القطاع للعودة لاستخدام هذه الأفران مرغمين لراغبين سيفل سويتي أوريانت نيوز غزة في تقريرنا العالمي ارتفعت أسعار النفط الخام مجددا حيث سجل خام برينت أكبر مكسب له في أسبوعين كاملين منذ 17 عاما وفي موضوع آخر تراجع سعر الذهب بحوالي 2% مع صعود الدولار والأسهم العالمية أكبر مكسب أسبوعي منذ العام 2011 وزادت 19% خلال أسبوعين مسجلة أكبر مكسب خلال مثل هذه الفترة منذ العام 1998 تراجع تأليرة التركية لأدنى مستوى لها بـ 2.4 ليرة مقابل الدولار أمام عملات الأسواق الناشئة الأخرى وجاء ذلك بعد صدور بيانات قوية بشأن الوظائف الأمريكية تمهد الطريقة أمام زيادة أسعار الفائدة الأمريكية في منتصف العام تراجع سعر الذهب بحوالي 2% مع صعود الدولار والأسهم العالمية بعد صدور بيانات الوظائف الأمريكية التي أظهرت أن سوق العمل في الولايات المتحدة لا تزال في وضع قوي وهبط سعر الذهب في المعاملات الفورية لأدنى مستوى في 3 أسابيع مسجلا 1240 دولارا للأنصة ارتفع إنتاج الصين من الذهب بنسبة 5.5% العام الماضي مسجلا حوالي 450 طن ما يجعل البلاد أكبر منتج للمعدن النفيس في العالم للعام الثامن على التولي وأوضح اتحاد شركات الذهب الصينية أن إجمال استهلاك الذهب في ثاني أكبر اقتصاد في العالم بلغ حوالي 886 طن من خفاض قدره 25% عن العام 2013 ختام الفقرة الاقتصادية شكرا على طيب المتابعة عودة إليك راديو شكرا أمل مشاهدين لازلت نشرتنا متواصلة وتتابعون فيها بعد الفاصل